بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لدكتور محمد الزعوري مع القائم بأعمال السفارة الامريكية لدى بلادنا إنغرتان غنبورد جهود الحكومة اليمنية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والتنموية مؤكدا استمرار الحكومة في اتخاذ الآليات والتدابير الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي مجددا دعوته للمجتمع الدولي إلى دعم الحكومة لمواصلة جهودها لتحسين المستوى الاقتصادي وأشار إلى مخاطر تهديد ميليشيات الحثي الإرهابية للملاحة الدولية والسهدى في منصات تصدير النفط وأثره المباشر على الاقتصاد الوطني مشددا على ضرورة تعامل المجتمع الدولي مع هذه الميليشيات بطرق حازمة تمنع تكرار مثل هذه الهجمات من جانبها جددت القائمة بأعمال السفارة الامريكية مواصلة دعم بلادها لليمن في كافة المجالات ومشيدة بكافة الجهود التي تقوم بها الحكومة لتحسين المستوى الاقتصادي